مساءكم خير طول الوقت بنحلم بالامتداد ودايما نقول كده لما ندعي حد لحد نقوله ربنا يبارك لك يوسعها ليك ويوسعها فكرة التوسعة والامتداد هو مش بس فكر عمراني بالأساس وفكر عشان يستوعب أعداد البشر بالأساس لكنه دليل حقيقي على وجود بناء وعلى وجود تنمية حقيقية بتحصل في الأوطان كان عندنا مشكلة على مدار سنين طويلة فاتت أنه كل ما هو انتداد عمراني وكل التجمعات السكنية الكبرى وهنا بنقصد بيها التجمعات السكنية اللي تقدر تستوعب الناس مش أننا نقول افتتحنا مدينة في قلب الصحراء لكن ما فيهاش خدمات أو أننا نقول أننا عملنا مشروعات تستوعب الناس لكن الناس ما راحتش تقص نجاح أو يقص نجاح الامتداد ده بأنك تقدر تستوعب الناس فيه فكان بيحصل على مدار سنين اللي فاتت أنه يحصل الامتداد للقاهرة فنبقى نشوف امتداد شرق القاهرة بكل ما استوعبه من منطقة القاهرة الجديدة التجمعات الجديدة وقريبا العاصمة الإدارية الجديدة وزي الامتداد ده استوعب ملايين من البشر وكمان تشوف غرب القاهرة بكتير من التوسعات اللي حصلت في أكتوبر وزي المدن دي عملت نقلة تخيل كده لو كان أهل التجمع الخامس أو القاهرة الجديدة أو سكان مدينة 6 أكتوبر دول ما تعملش الامتدادين تخيل كده كان شكل القاهرة بعمل إزاي طبعا دي حلول كانت مهمة جدا وحلت مشكلة لكن فضل طول عمرنا عندنا الأزمة الكبيرة أنه نصيب العاصمة من الامتداد أضعاف نصيب المدن الأخرى حتى الإسكندرية حتى الإسكندرية اللي كنا طول عمرنا نتغنى أنها عروس البحر المتوسط مدينة مختنقة بكل الصور والتفاصيل وما كانش فيها امتدادات عمرانية تسمح باستيعاب الأعداد دي من البشر اللي حصل على مدار سنين اللي فاتت وتحديدا من 2014 لـ 2022 تقدر تسمع عن امتدادات لمدن الدلتة فنسمع عن المنصورة والمنصورة الجديدة اللي تم افتتاحها بالأمس تسمع عن بني سويف الجديدة الفيوم الجديدة أسيود الجديدة ويبقى فيه ظهير عمراني حقيقي لكتير من مدن خط السعيد كله بكامله فيبقى فيه متنف السكان فالسكان نبطل بقى فكرة طرد السكان من السعيد إلى القاهرة ونبطل فكرة الحقيقة أنه طبعا ده مرتبط بفرص العمل بالأساس لكن انت وانت بتخلق امتداد عمراني انت بتخلق كمان مجتمعات جديدة الناس ممكن تلاقي فيها فرص عمل جديدة مبارح كان يوم من الأيام اللي نقدر نسميها كده مش مجرد افتتاح لكن ترجمة لجهود سنين طويلة فاتت مشروعات الامتداد الأفقي اللي بتحصل في مصر طبعا احنا فيه خناقة تانية نتكلم فيها بعدين وهي التعداد السكان اللي عمال يزيد بلا ضابط ولا رابط لكن الحقيقة انه رغم ان احنا عافين انها مشكلة لكن لازم نستوعبها فمبارح كان افتتاح المنصورة الجديدة واللي احنا بنكمل فيه مع حضراتكم النهاردة فيه الاحتفاء ببعض من النماذج المهمة اللي لما نروح لهذه المدن المميزة نفرح بنماذج مشرفة كانت موجودة فيها اشتركوا في القناة